موسيقى مساء بتوقيت بغداد وهذا موجز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم مناقشة موضوع الاعتداءة الإسرائيلية على المناطق العربية مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط أنه تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة لسيما أزمات سوريا واليمن وليبيا بفضل عن تطورات القضية الإيرانية الأمريكية ومحاولات العراق للتخفيف من حدة الصراع في المنطقة من جانبه أكد أبو الغيط أن زيارته إلى بغداد جاءت بناء على دعوة من الحكيم لبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب دبلوماسيا أيضا أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية انطلاق مؤتمر البرلمانات الأسيوية في بغداد بمشاركة ستة عشر دولة أسيوية عدى الأمارات قال عضو اللجنة عامر الفايز أن العقادة المؤتمر في بغداد هو رسالة للعالم بأن العراق بلد مستقر فضلا عن أنه انتصار دبلوماسي جديد في ملف استهداف المقرات العسكرية أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحصين الخفاجي أكد أن الأيام المقبلة ستظهر إعلان نتائج التحقيق الجاري بشأن استهداف مقرات الحجد الخفاجي خلال استقباله في برنامج الحصيل الذي عرض على شاشة الديار أشار إلى أن الإجراءات التحقيقية تجري وفق السياقات الاحترافية والقانونية معسكر السقر وكذلك شمال غرب بلد المعطيات والتحقيق الذي وصلنا إلىه بحدود 75 إلى 80 دولية وعلى ضوء هذه المعطيات التحقيق بعدها مستمروا بجهات محترفة جدا واحتمال حتى جهات دولية ممكن أن تساعدنا في هذا التحقيق من ضمن هذه المعطيات هل التحقيق الدولية مشترك بالتحقيق؟ لا لا هذا شيء خاص بنا لكن نحتاج جهات دولية في بعض الأحيان نطلبها الأهم في هذا الموضوع أن القائد العام اتخذ قرارات لها تعليق أو لها تعلق بالتحقيق من ضمنها الذي هو منع الطيران وحضر الطيران وكذلك أيضا معالي وزير الدفاع قبل يومين أو ثلاثة أيام بالتحديد أصدر بيان بأنه أي اعتداء على أي جهة تعمل داخل العراق حجر الشعبي بحش مرقى قوات التحالف كلهم يعتبر اعتداء على العراق وهذا سوف يتم التعامل معه على أنه معتدي وأعتقد هذا أيضا رد للتحقيق الذي سبق أن أجري والذي نتاجه لحد الآن إن شاء الله في القريب العجل سوف تظهر وفي الميدان أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على أحد الإرهابيين الهاربين في محافظة كاركوك ذكر بيان للاستخبارات أن المفارز العسكرية وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة القتل قفض على الإرهابي الهارب في سيطرة الدبس التابعة لناحية سركلان في كاركوك أثناء عودته من أربيل متجها إلى كاركوك مضيفا أن الإرهابي شارك بالقتال ضد القوات الأمنية في الموصل وبعض المحافظات التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية هذا وتفقد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي تفقد مديرية الاستخبارات العسكرية للوقوف على تفاصيل وتقييم وتحليل الوضع الأمني في مختلف القواتع والتقى الغانمي بمدير الاستخبارات العسكرية وضباط المديرية حيث قدم مدير المديرية إجازا مفصلا عن آخر المستجدات الاستخبارية ضمن قواتع العمليات نطلع عن كثب على تقييم دقيق للوضع الأمني في قواتع العمليات ولذلك جئنا إلى مركز العمليات هنا في مديرية الاستخبارات العسكرية كان تقييم واضح لكل قاطع من قواتع العمليات يعني اضمن تقاصيل وتقييم وتحليل دقيق للوضع الأمني تقريبا متطابق مع رؤانة الميدان قد أكو بعض الملاحظات البسيطة ولكن هنا التقييم حقيقة منصف وجيد وشامل لحجم العدو بالتقارير المقبلة إن شاء الله وبالتقييم للعمليات اللي جرت فيها قواتع حجم العدو في تنازل الهجمات الأرهابية في انخفاف يحتاج انفع للاستخبارات عن حركة العدو في موضوع آخر حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المدة الزمنية لتسجيل التحالفات والكيانات الانتخابية للأحزاب الراغبة بتسجيل التحالفات بشهر واحد يبدأ من تاريخ يوم التاسع من الشهر الحالي لغاية اليوم الخامس من الشهر المقبل قال مدير دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات عبدالله العامري أن المفوضية استكملت تسجيل حزبا أو 217 حزبا وكيانا سياسيا مستوفي لشروط التسجيل إلى ذلك أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداد الوزارة لتأمين انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الياسري أشار إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح انتخابات المحافظات غير المنتظمة بإقليم مشددا على ضرورة تعاون الجميع من أجل ضمان سلامة الناخبين وحماية المراكز الانتخابية والموظفين العاملين فيها في ملف الاستثمار دخلت صحراء محافظة الانبار فعليا بمشاريع الاستخراج النفطي حيث أصبحت الصقار والرطبة حجر أساس للمشروع الجديد في المحافظة مختصون عدوا هذه المناطق بأنها البداية لرفع المنتوج الوطني من النفط تركيز على الاستكشاف في المناطق المحررة الصحراء الغربية ومحافظة الانبار صراحة مناطق غنية جدا ومناطق واعدة وذات احتمالية عالية جدا بمخزوناتها من النفط والغاز والغاز بالدرجة الأولى اليوم وضعنا اللمسات الأولى حقيقة لوضع وبداية الشركات الاستكشافية النفطية في العراق أن تكون حاضرة في محافظة الانبار وهذه الوضع الأمني بشكل عام هو وضع مستطير ومستقر وهذا أيضا من حاجة العراق بشكل عام إلى أن تكون هناك وزارة النفط لها دورها الكبير جدا من سبب الظروف التي مرت بها بعد داعش أن تكون النشاط الاقتصادي مهم جدا عربيا اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة إضفاء صبغة شرعية على ضربها أو ضرباتها في إدلب ونزعها في عمليات الجيش السوري ودعت الخارجية الروسية الأمم المتحدة لأخذ بالاعتبار عواقب الضربة الأمريكية على المدنيين هناك أعتقد أن واشنطن حاولت إخفاء الآثار أي أنه كانت لديهم اتصالات ومفاوضات مع إرهابي جبهة النصرة أو كما تسمى الآن هيئة تحرير الشام وعندما حلت الهدنة وتحسبا من أن تطفوا بعض التفاصيل والمعلومات حاولت الولايات المتحدة القضاء على من تتواصل معه ضمن الإرهابيين توافقت قوى الحرية والتغيير بشكل مبدئي على ثلاث وزراء اقترحهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من أصل خمسة مرشحين لخمس حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية وينتظر أن يعلن أو يعلن رئيس الوزراء يوم الخميس عن حكومته الجديدة الناس توافقت أنه نستطيع أن نستمع لترشيحاته نستطيع أن نغييمه نستطيع أن نتغبله أو نرفضه وقتما اكتشفنا أنها برضها ما لبت المعايير المختلفة التي اصلا تواصلنا عليها كقوى الحرية والتغيير وبموجبة تمت الاختيارات الآن بين يدي السيد رئيس الوزراء ومن بين حتى مرشحين والخمسة الآن برضه خضعوا لمراجعات من قبل المكونات والحرية والتغيير المختلفة الدكتور عبدالله حمدوك يتمتع بشخصية قوية جدا وهو دارس للأوضاع السودانية ويعرف جميع المكونات السياسية الموجودة في السودان ما طالب به تجمع المهنيين سيتم مراعاته كما أسلفنا بأن تكون هناك تمثيل أكبر للأغاليم الأخرى وأيضا ما قاله حزب الأمة سيكون موجود في الاعتبار بأن لا تكون هناك محاصصات حزبية أقليميا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده لن تترك طاولة المفاوضات ومستعد الاستئناف في العمل بالتزاماتها بالاتفاق النووي إذا نفذ الأوروبيون تعهداتهم موسوي قال أن الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات النووية باتت جاهزة للتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزامات النووية باتت واضحة وجاهزة للتنفيذ وهي أكثر سرامة من الخطوتين الأولى والثانية وإذا رأينا أن المقترحة الفرنسية والمفاوضات تصب في صالح التطبيق الاتفاق النووي وفي إطار التطبيق الالتزامات الأوروبية قد لا نقدم على التطبيق الخطوة الثالثة أكد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أن حزبه ينسق مع أحزاب المعارضة على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من جانبه هدد حزب المحافظين بأقصاء النواب الأعضاء بالحزب في حال تصويتهم مع المعارضة ضد قرارات الحكومة ليس من الديمقراطية بمكان أن يمنع النواب البرلمان من أداء واجبهم بمساءلة الحكومة وسياساتها وعلينا كنواب أن نماثل دوائرنا الانتخابية كما أؤكد من جديد أن التعليق نشط البرلمان قرار غير ديمقراطي على الإطلاق كما يبدو واضحا الانسحاب من دون اتفاق وفي واقع الأمر انسحاب كما يريده دونالد ترامب وهذا سيفرض علينا اتفاقا أحادي الجانب في الاتفاق التشاري مع الولايات المتحدة ويضعنا تحت رحمة الرئيس الأمريكي ترامب والشركات الأمريكية العملاقة أخيرا عثر الغواصون قبال سواحل كيرفونيا الجنوبية على 25 جثة متفحمة جراء حريق نشب في سبينا تقل أشخاص كانوا يتجهون للغوص قبال جزيرة سانت كروز وعشرت التقارير إلى أن حريقا نشب في سفينة مخصصة للغوص الترفيهي ما أدى إلى مقتل 25 شخصا فيما لا يزال حرس السواحل الأمريكي واصلوا عمليات تسعة أخرى يعتبروا حتى الآن في عدد المفقودين ختم الموجة الزوان وذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب إلى اللقاء